هل تساءلتم يوما ما هي الخطوة الأولية التي يتم بها الكشف عن الذهب في الصخور؟ هذه الأحجار قد تبدو في نظرك مجرد صخور كوارتز عادية ولكن ما لا تراه العين قد يكون أثمن بكثير اليوم سنكشف لكم سرا من أسرار المنقبين على الرغم من بساطة هذه الطريقة إلا أنها تعد مؤشرا قويا على وجود الذهب في عينة التربة أو الخام إنها طريقة التنسيب أو الغسل بالصحن وهي أولى خطوات المنقبين عن الذهب تبدأ رحلتنا أولا بتكسير هذا الخام الصلب وطحنه وهدفنا تحويله إلى مسحوق ناعم كالغبار لنحرر أي ذرات ذهب ثمينة حبيسة في الداخل ثانيا يوضع المسحوق الناعم في هذا الصحن المخصص المصمم لهذه المهمة وتبدأ بالغسل بالماء بحركة دائرية مستمرة وهنا يكمن السر العلمي البسيط والمذهل حيث تعتمد هذه الطريقة كليا على خاصية فيزيائية أساسية وهي الكثافة فالذهب معدن ثقيل جدا حيث تبلغ كثافته حوالي 19.3 جراما لكل سنتيمتر مكعب أي أنه أثقل من الماء بحوالي 19 مرة وكذلك أثقل من معظم المعادن الأخرى والشوائب وهذه الكثافة العالية تجعله يستقر في قاع الصحن بينما تقوم الحركة الدائرية والماء بالتخلص من الشوائب والمعادن الأخف وزنا لاحظوا كيف نقوم بالتحريك الدائري هذه الحركة تساعد على ترسيب المعادن الثقيلة في القاع وإزالة الشوائب الخفيفة التي تطفو على السطح لاحظوا معي مع كل حركة دائرية كيف تبدأ الشوائب الخفيفة بالطفو والإنسكاب خارج الصحن إنها عملية تتطلب الصبر والمهارة فكل حركة محسوبة لضمان بقاء الذهب في الأسفل انظروا الآن بعد مدة زمنية من الغسل ونقل ما تبقى إلى هذا الصحن لتوضيح الرؤية هاه الذهب بدأ يظهر لاحظوا تلك القطع الصغيرة الذهبية اللامعة التي تتلألأ في قاع الصحن وكلما تخلصنا من الشوائب زاد وضوحها وجمالها يا له من منظر انظروا كيف تبدو القطع الصفراء الذهبية الصغيرة واضحة ولامعة شاهدوا الكمية التي حصلنا عليها من هذه العينة الصغيرة لاحظوا كيف يصعب تحريك هذه البقايا الذهبية بسبب ثقلها وكثافتها العالية هذه القطع الصفراء اللامعة هي دليل قاطع على أن خام الكوارتز هذا غني بالذهب ما شاء الله يمكننا الآن جمع هذا الذهب بعناية للانتقال إلى المرحلة التالية ومن المهم أن نعرف أن طريقة التنسيب فعالة للكشف عن الذهب المرئي أو الذهب الناقر أو الحر ولكنها قد لا تكون مجدية مع الذهب المايكروسكوبي غير المرئي للعين المجردة والذي يتطلب تقنيات كيميائية معقدة والآن بعد أن حصلنا على هذه الركازة الغنية بالذهب نترككم مع هذا السؤال برأيكم ما هي الخطوة التالية أو أفضل طريقة كيميائية يمكن استخدامها للحصول على ذهب النقي وصافي من هذا الركازة؟ شاركونا خبراتكم وأفكاركم في التعليقات شاركونا خبراتكم